ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا ادخل في اول خبر على طول يا جماعة انا دلوقتي هقولكم خبر انا متأكدة منه مليون في المية احمد ابو هشيمة سنجل احنا كلنا اسمعنا الاخبار اللي كانت منتشرة من فترة قريبة وانا كنت اول حد اصلا اعلن الحاجات دي ان احمد ابو هشيمة مرتبط بشخص معين او فنانة معينة ولكن انا جاي دلوقتي هقولكم ان مفيش الكلام ده دلوقتي يعني هم دلوقتي مش مرتبطين واحمد ابو هشيمة سنجل في نفس الوقت دي احدى الصورة للمخرج السوداني الكبير امجد ابو العلا امبارح بالليل من وسط البلد في القاهرة احدى الصورة للمخرج امجد ابو العلا امبارح بالليل امبارح بالليل من القاهرة الصورة دي بتأكد لنا حاجات كتير قوي بتأكد لنا ان في ناس ما بقوش مع بعض وفي ناس انا هزممكم انا هشاهدكم قعدة بسكرول كده على الفيسبوك لقيت الصورة دي في وشي تخضيت اتخضيت على الفنان البشمهندس الأستاذ رامي صابري افتكرت حاجات كتير افتكرت يعني لقدر الله أنه هو بقى ما بيشوفش أنا مش فاهمة ليه يعد في الستوديو وهو عامل كده وهو بيعمل بودكاست أكيد أول حاجة جات في دماغي أن في مشكلة في عينه أو فقد الرؤية مثلا حاست عن الموضوع بقى شفت ماله ليه لابس نظارة شمس في الستوديو في نحلة أرسل هو مثلا أنه ولا بقى عنده مشكلة في عينه ولا إيه الموضوع بجد تخضيت بعدين لقيته في فيديو بعدها على طول جنب الصورة لقيت أن في الفيديو هو بيتكلم خالص بكل أرياحية يعني هو قاعد طول اللقاء عامل كده طب طب فقلت لأ أنا أدور بقى جوه اللقاء هو عامل كده ليه فلاقيت أنه هو ما بقاش بيحب يتواصل مع البشر هو ما بيحبش يتواصل مع الناس فهو لابس نظارة شمس طول الوقت الفنانة أحلام فجأة قررت أنها تدي لبنات نصايح وقالت لهم بصوا يا جامعة بطلوا زعل وبطلوا تحاولوا تردوا الرجالة وقالت لهم النصايحة اللي حضراتكم شايفانها على الشاشة دي أولا كده أول نصيحة إيه واعتبكوا ولا تزعلوا نفسكم تاني نصيحة بقى أنه إحنا يعني اللي قدر الله لو زعلنا اركبوا الطيارة وسفروا فورا يعني أنت وهي قاعدة ليه زعلانا قم يركبوا الطيارة وسفروا فورا ركبتي الطيارة ووصلتي بالسلامة خلاص روح يعملي شوبينج بقى يعني أي يا جماعة عيشوا حياتكم كفاية تعبنا وإحنا بنحاول نرضي الرجال دي صورة لموقع القاهرة 24 منزلها لأبطال فيلم أولاد رزق وهما بيعملوا البصمة بتاعة البوليفورد في السعادة تمام؟ لحد هنا دي صورة عادية جدا بس اللي مش عادي بقى اللي أنا هوره لكم تحت دلوقتي أطلع شوية فوق لحظة واحدة مين عامل لايك على الصورة؟ نكزوا معايا كده زينا ريدا زينا ريدا دي اللي هي الفنانة زينا مين الفنانة زينا؟ الفنانة زينا طالقة الفنان أحمد عز عامل لايك على صورته على موقع القاهرة 24 وهو بيحتفل بفيلم أولاد رزق خلونا نكون متفقين أن الفنانة زينا هي أكتر واحدة مستفيدة من موضوع نجاح فيلم أولاد رزق هي أكتر واحدة بيكون مستفيدة من أي نجاح لأحمد عز أساسا لأن هي كل سنة ما شاء الله بترفع عليه قضية تزود النفقة بتاعت ولادها وهو يقوم دافع ترفع عليه قضية تزود النفقة فالمحكمة تحكم لها هي كل مرة المحكمة تحكم لها بسم الله ما شاء الله عندنا في محكمة الأسرة في مصر ستات قد كده بيرفعوا أواضي ضد طالقهم ومفيش حد بيتحكم له بحاجة مفيش غير زينا المنفصلة الوحيدة في مصر اللي ويغض حقها من طالقها ثالث وامتلت الفنانة الكبيرة والجميلة كان دعلوش أعلنت إمبارح في البودكاست ده مع الإعلامية مونة الشازلي إن هي مصابة بالمرض اللعين ودي كانت مفاجأة طبعا لأن هي أعلنت إن بقى لها سنة وأعتقد كام شهر سنة وشهر إن هي عندها المرض ده وما أعلنتش مع أي حد من وسائل الإعلام وكانت أول مرة تقول وقالت إن هي فضلت إن هي يعني تخبي الخبر وما تخليش الناس تعرف قوي وحكيته العدد قليل من أصدقائها الجميل في الحلقة دي أو في اللقاء ده اللي هو مختلف تماما عن أي لقاءات تانية عملتها مونة الشازلي إن كند علوش كانت بتتكلم عن المرض بكل روح حلوة وكل رضا كانت بتكلم بطريقة حلوة قوي ومختلفة شوية عن أي حد بيتكلم عن المرض دي من المرات القليلة قوي اللي أشوف حد بيتكلم بالشكل ده ومن أول دقيقة في الحلقة هي قالت لمونة الشازلي أنا مش عايزة نعاية ومش عايزة نعمل الجو ده يعني ولكن مونة الشازلي كانت مصممة كل شوية تديها تعبيرات اللي هو يعني حاجات كده بس كند علوش كانت بطلة طول الحلقة بتتكلم بكل روح حلوة وطاقة إيجابية وكانت كويسة قوي طبعا أكتر حاجتين عجبوني في اللقاء كله إن هي اتكلمت عن علاقتها بعمر يوسف وقد إيه هو داعم لها في المرض ده وكمان اتكلمت عن مكالمة محمد صلاح وقالت إن هما كانوا قاعدين في يوم وفجأة جيل عمر يوسف اتصال فكان متحمس جدا وعمال يقوله شكرا وحبيبي وطبعا ومش عارف إيه فلما قفل قالت له مين ده قال لها ده محمد صلاح بيكلمنا بيتطمن عليكي هو عارف وجاب رقمنا من حد هما طبعا مش صحاب هما كلهم التالتة مش صحاب وجاب رقمنا من حد وبيتطمن عليكي وقال لها إن هو بيقول لو عايزين تيجو لندن وتعودوا في بيتي إن هو مرحب جدا بالفكرة ولو مش حابين ده انت ممكن حتى تبعتولي الفحوصات بتاعتكم وأعرضها على الدكاترة هنا في لندن ويعني أنا أخوكم مش بس كده هي حكت إن كمان اتصل مرة تانية بعمر يوسف وأكد عليه نفس الكلام إن هما ممكن يجو في أي وقت وإن هو بيدعي لها ودائما بيتمنى لها الصحة وكلم كندا علوش وكمان قال لها نفس الكلام إن ده بيت أخوكي وإنت لو جيتي في أي وقت يعني أنت من أسرتنا وليك يا أهل وكل الكلام ده وبتقول إن هي كتت مخصوطة جدا بمكلمته لدرجة إن الحماس خليها هو مستغرب هي متحمسة كده إزاي وهي تعبانة يعني فبصراحة حبيت قوي الجزء ده لو أنت ما تعرفش مين اللي في الصورة ده فاللي في الصورة ده هو الناقد السينمائي أو الناقد التلفزيوني طارق الشناوي وده ناقد مصري بينتقد كل الفنانين تمام فده رأيه فيلم ولاد رزب سنة 2015 وده رأيه فيلم ولاد رزب سنة 2024 وأترك الحكم لكم بصوا أنا عارفة أن أنتو زهدتو وأنا كمان زهدتو وكنتو أغدى عهد على نفسي أن أنا ما تكلمش بالموضوع ده غير لما يحصل حاجة كبيرة بقى وهي حصلت عموما هو من كام يوم أحكي لكم الموضوع من البداية من كام يوم اتصرب تسجيلات لحسام حبيب هو بيتكلم عن أن أخو شيرين سارق كل صفحاتها على السوشيل ميديا شيرين يا جماعة بقالها سنين مش عارفة تنزل بوست واحد على صفحات السوشيل ميديا بتاعتها لأنها متاخدة منها واتهمت بيها مدير أعمالها أعتقد اسم محمد الشاعر اتهمته أنه هو اللي واخدها منها والموضوع ده بقاله سنين حرفيا أكتر من ثلاث سنين ومش عارفة يعني ليه القضاء ما بيحكمش في الموضوع ده فحسام بيقول أن أخوها هو اللي باع الحسابات بتاعتها دي فطبعا الناس كلها هجمت حسام وفيه طلع يدفع عن أخوها زي المطرب تامر عشور اللي طرع يعني هو طلع يهاجم حسام حبيب واصفه بالمنافق والخبيث وكمان قال أن أخو شرين ما عملش كده خلوني أقولكم بس معلومة مهمة هو أخو شرين أنتيمو تامر عشور فتامر عشور ده صاحبه يعني وبيدفع عنه فتامر عشور بقى قال أن ما فيش الكلام ده خالص وكده وطلع ناس ثانية يتكلموا كويس عن أخو شرين رحت شرين بقى طلع مبارح وقالت أن حسام حبيب كلامه صح وأن أخوها عمل كل الكلام ده وقالت هو مشكور أن هو بيرد عني ولكن التسجيلات دي صحيحة اللي هجموه والموضوع عمالي أكبر فاكرين المطربة شزا أنا عندها أغنية مشهورة كده زمان بتقول أنا قلبي عشانه ده المطربة شزا اتجوزت من سنة ومبارح أعلنت انفساد استغرب بعض تصريحات الرقصات اللي بتتكلم في حاجة واضحة وصريحة زي أن مثلا الرقصة بوسي والفنانة بوسي بسوري لوسي قالت أن هي بتزعل لما حد يقول أن فلوس الرقص حلال ولا حرام فقالت هي فلوس الرقص حلال لأن الرقصة ده بيكون في النور هي لو بترقص في قوضة مقفولة ده كده يبقى حرام لكن هي بترقص قدام الناس كلها وتصريح الغريب اللي انتوا شايفينه ده وإلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا وخير الكلام مقلى ودال وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر